قال تعالى أن تنصروا الله ومصوركم ويثبتوا أقدامكم صدق الله العلي العظيم نحن هنا لأننا نريد وتنا قويا عزيزا متقلا ولكن المواطنين الذين يقوم بها المواطنون الأحرار وسط ميادين الثورة في القطيف صلى الناشط الحقوقي عبد الله السريح وجال صارخا مطالبا بحقوق شعبه بملء سلميته حتى احتوته جلاوزة القمع فغدا معتقلا صابرا ثابتا إلى أن ارتقى شهيدا بعد أن عانى ويلات الاعتقال في زنزين سجون السلطات السعودية قرابة ست سنوات لا لذنب نقترفه بل لرفع صوته مطالبا بحقوق الشعب المشروعة فكان صوته دليل إدانة وتجريبا في قاموس السلطات بحد السيف وبدم بارد وعلى مسمع من المجتمع الدولي قطعت السلطات السعودية رأس عبد الله السريح الذي اعتقل في الحد عشر من مايو عام 2013 وهو بعمر التسعة عشر ربيعا وضع في سجن انفرادي لمدة غير معروفة وحرم الالتقاء بعائلته حرمته السلطات التواصل مع محام للدفاع عنه نحو عامين ونصف العام مدة كانت كفيلة بمشاهدة ويلات الظلم المترسخ خلف الزنزين المعتمة زنزين تحمل جدرانها المعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح والترهيب الجسدي والنفسي بأبشع صوره بغية إجباره على المصدقة على الإقرارات ثمانية عشر يوما فصلت بين يوم شهادة السريح وذكرى ميلاده في العشر من أبريل وقبل أن يطفئ شمعته الخامسة والعشرين قرر سيف الإعدام أن يتولى المهمة حارما عائلته من رؤية الابن الذي لطالما انتظرته وعانت غيابه ست سنوات سنوات أحلتها السلطات بسيف الدم القاتل إلى فاجعة لن تندمي لشراحها واستحرمان العائلة من جثمان ابنهم محزوز الرأس مع استكمال سياساتها باحتجاز الجثمين عبدالله آل سريح حرم مغادرة الزنزانة على مدى عامين وأكثر إلى حين عينت له جلسة محاكمة السرية في سبتمبر عام 2015 حين استلامه لائحة التهم الموجهة إليه تهم كانت تتمحور حول مشاركته في التظاهرات السلمية التي شهدتها القطيف في عام 2011 ليستند القاضي إليها بإصدار حكم الإعدام بحقه وينفذ الحكم دون سابق إنذار في يوم كشف عن استمرار سياسة السلطات في البطش والتنكيد والاضطهاد بين الشهداء المعدومين يوم الثلاثاء كان الشهيد المعتقل حسين الحميدي المولود عام 1970 ابن مدينة سيحة الذي أدين ضمن مجموعة الكفاءات وحكم عليه بالإعدام بموجب اعترافات انتزعت تحت التعذيب في سجون المباحث العامة الحميدي الذي كان موظفاً في شركة الاتصالات السعودية قبيل اعتقاله ورغم أنه لم يشترك في أي نشاط سياسي قطع رأسه بموجب قرار ملكي صادق على قرارات المحاكمات الهزلية في إحدى الجلسات التي عقدتها المحكمة الجزائية المعنية بالإرهاب ارتسم فصل من مشهد الهول المعتاد في أروقة القضاء السعودي المسيس والمفتقر لأدنى مقاومات النزاعة حيث طالب المدعي العام بإضافة أدلة لإدانة الحميدي كانت عبارة عن كتابين ممنوعين في السعودية هما الكشكول وضياء الصالحين ارتقى الحميدي ومعه عبد الله السريح شهيدين شاهدين على ظلم النظام وأكد عقيدة ثابتة لانتصار الدم على السيف مهما طال زمن الجوري والاستبدال اشتركوا في القناة